موسيقى إذا أردت أن تتفحص إيمانك إذا أردت أن تروز إيمانك ينبغي أن ترى في نفسك راغباً راهباً ذاكراً غير ناس مستحياً مجلاً موقراً لله في كل أن وفي كل الظروف في كل الحالات طيب أنا عند كل ما أريد أنا عند السلطة عند المال عند الولد تقول عند الأموال عند كل شيء عند العلم في هذه الأحوال كلها ينبغي أن تشعر بدرجة متقدمة جداً من الافتقال إلى الله ما رأيك؟ أيها الغني يا صاحب المليارات يا صاحب الأولاد والسلطة أقسم بالله ينبغي أن تشعر كما يشعر أفقر فقير ما ليس عنده شيء لا من سلطة ولا من وان ولا من ولد ولا من علم إلى ماذا؟ إلى رحمة الله إلى فضل الله وتدعب ليل نهار أيضاً اللهم أنعم علي اللهم أدم علي النعمة اللهم دائماً أنا أقول لكم إن كنت كذلك اللهم اجعلنا بفضلك ومنك كذلك كنت العبد المؤمن المضطر أم من يجيب المضطر إذا دعا؟ هل فهمتم الآن لماذا يوجد بيننا؟ لماذا يوجد من عباد الله من إذا دع الله لباه؟ هناك أناس لا يدعون الله تقيباً في شيء إلا لبهم الله وتحدث أشياء أشبه بالمعجزات بالخوارق تعلموا لماذا؟ خذوها كلمة وحفظوها وفكروا فيها كثيراً وعودوا إلى كتاب الله وقرؤوا بإمعان بتمعن أيها الإخوة لأنهم عبادوا الإضطرار الدائم دائماً يشعرون بإضطرارهم إلى الله اللهم اجعلنا مضطرين إليك في ليلنا ونهارنا وحلنا وقرارنا وفي كل أمرنا إنك ولي ذلك والقادر علي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ترجمة نانسي قنقر